وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور محمد معيت وزير المالية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور هيني سويلم وزير الموارد المائية والري والسيد وليد سامي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بان الاجتماع تنول استعراض نشاط مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقد تم في هذا الإطار عرض خريطة المشروعات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والجهود القائمة لتعزيزها من خلال المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها في المنطقة بالتعاون مع الشركاء الأجانب فضلا عن استعراض القطاعات الصناعية المستهدفة في هذا الصدد وكذلك جهود توطين مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والوقود الأخضر خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وذلك بالتعاون مع الشركة الأجنبية للاستفادة من النتائج المثمرة التي أسفرت عنها قمة شرم الشيخ العالمية للمناخ كوب 27 في هذا الإطار وقد وجه السيد الرئيس بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية وكذلك توفير إمدادات الطاقة الكهربائية في هذا الإطار بالإضافة إلى تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال إنتاج الطاقة النظيفة وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للقناة بما يساهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في هذه الصناعة البازغة